بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على المصطفى نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان هذا اللقاء أو هذه الجلسة يفترض أن يكون حديثنا مع أولياء الأمور للفئة المكلفة أن هناك برنامج في التعليم الديني يهتم بالصبيان أو ما قبل مرحلة البلوغ إعداداً منهم لهؤلاء المكلفين حتى يصلوا إلى مرحلة التكليف وهي المرحلة التي تقع عادةً ما بين 13 إلى 21 سنة هذه الفترة الأخيرية أو الأخيرة من التقسيم الإسلامي لمراحل النمو الكبرى كان هذه المراحل أيضاً يندرج تحتها مراحل صغيرة هذا بالنسبة إلى الفتاة أو بالنسبة إلى الولد الذكر أما بالنسبة للبنات فمرحلة البلوغ تصل في لها معايير ولكن عندنا سنها تصل تسع سنين قمرية السنة القمرية يعني السنة الهجرية تسع سنوات هجرية من المحرم إلى المحرم هذه السنة إلى أن تصل إلى سن التاسعة أو تنهي سن التاسعة هذا معيار شرعي لكن غالب بناتنا مو جدي يعني شوية تتجاوز هذا السن لأن هناك معايير أخرى للبلوغ وهو دم الحيض هذه بالنسبة للبنت محددات البلوغ بالنسبة للذكور السنوات هذه السنوات 13 لا وصل 13 يحتمل أنه بلغ إذا وصل 14 يحتمل أنه أيضا بلغ لكن إذا أكمل الخامسة عشرة فهو إذن بلغ وقد حسم حسم السن إلى 15 سنة هذه هذا المعيار وهذه الفترة يعني دخل في فترة جديدة إحنا أو في علماء النافس علماء التربية يسمون هذه المرحلة يسمونها مرحلة البلوغ وأيضا المشرع الإسلامي يسميها أيضا مرحلة البلوغ من شروط أو من شروط التكليف معروف العقل والرشد والتمييز وكذا ومنها أيضا السن أو خروج المني بالنسبة للفتاة الذكر والطيف والدم بالنسبة إلى الفتاة الفتاة الأنثى وأيضا يقولون البلوغ البلوغ ما هو المعني بالبلوغ البلوغ اللي هو النضج الجنسي شلون شواهر معينة مثل خروج المني ظهور بعض الشعيرات مني ومني متفرقة صوته صوت الولد يتخشن يتخشن وعلى قولات آبائنا الكبار الله يرحمهم جميعا الولد صار صار يهجر تونها يمكن بعض الشباب الصغار ما عادوا يسمعون به أو ما سمعوه يمكن بعد إحنا في السنة أنه نسمعه يهجر يعني خلاص الولد هذه من التغيرات الثانوية لمرحلة البروغ المرحلة الأساسية أو التغير الأساسي أنه يخرج مننا مني يحتلم وينمو شعر العانى ومو الزغب وفي نوع من الشعر الزغب خفيف يفجد يعني لا يودي ولا يجيب اسمه شعر لكنه مو شعر خشن المرحلة هذه هي مو فترة تغيرات بس وإنما في فيها أو يصاحبها تغير في المسؤوليات أي أن المشرع الإسلامي أو الحديث النبوية أو الآيات القرآنية تشير إلى أنه إذا حدث هذا التغير البيوليجي الجنسي أنا برجع إلى سالفة الغده يجب أن يتحمل هذا الولد أو هذه البنت مسؤولياتها الجديدة حتى يحدث البلوغ هناك غدتان يسمونها الصنوبرية والتيموسية طالما دولة موجودة يسمونهم أيضا غدتان الطفولة ماذا هم موجودين الغدة التناسلية موجودة لكنها غير النشيطة لا تعمل يعني تنتظر يومها يجيها الدور وتبدأ تشتغل هذه اللي تكون الغدة التناسلية أو الغدة الجنسية هذه اللي تكون مسؤولة عن التغيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية أحيانا اللي ممكن على الآباء أن ينتبهون إليها في فترة الطفولة وما بعد فترة الطفولة أي ما قبل البلوغ بسبع سنين وما بعد البلوغ بسبع سنين على الأقل يكون الولد قد تم إعداده بشكل معقول يعني ممكن أن يتصرف مع التغيرات الجنسية والبيولوجية والتغيرات النفسية الجديدة هذه شون يتصرف إذا اختفت الغدة التيموسية والصنوبرية بدأت الغدة التناسلية تود التناسلية شنو وظيفتها وظيفتها الله سبحانه وتعالى يمكن هذا الفتى وتلك الفتاة من الإنجاب خلاص يصير أمرأة البنت يصير أمرأة ناضجة حتى لو هي صغيرة مع الأيام تكتمل يكتمل تكتمل الأنوثة ويكتمل النوط الولد نفس الشيء أيضاً في البداية يبدأ بهالتغيرات بعضها حادة وبعضها بسيطة لكن في النهاية يصبح تالي رجال ويزوج ويعيش حياته المشكلة في وين المشكلة إذا وصل أعتقد هالأيام هذا مثال على وضعية البالغين اللي لا يتم معدادهم معداداً جيداً يعني يمكن أنا لا أتجرع على بعض الأخوان أولياء الأمور بما فيهم أنا يعني ما صارت عندنا فرص نتحمل مسؤولياتنا في الإعداد الجنسي مع أن هذا موضوع حيوي ومهم جداً جداً وموجود فيه موجود عشرات الأحاديث كلام الفقهاء حول أحكام العورة مثلاً أحكام الغسل مثلاً أحكام أحكام النظر أحكام الستر أحكام الزواج كيف تباشر علاقتك بزوجتك كل هذه يجب أن تثقف للكبار أولاً لو كان إحنا تم إعدادنا قبل بثقافة من هذا النوع أعتقد إحنا بنستخدم هذه الثقافة اليوم مع أولادنا لكن ظروف آبانا آنذاك مساكين وزين يعني يقدر يصير عنده فرصة يصلي ونضام عمل ماله من الصبح إلى المغرب ويجي مجهد وتعبان وما مش تعليم وما مش خوف على الأولاد في ذيك الفترة الخوف على اليوم أي أفضل نستخدم كلمة بلوغ لو مراهقة البعض يستخدم ما دام الولد هلدش فيها السن من 13 ورايح وصارت عنده التغيرات وهذه واضحة وصارت مرصودة والمدرسين يتابعون هاي الشغلة خاصة في المجرس العدادية ودولة أصعب ترى يعني أنا اشتغلت في الابتدائية وفي العدادية واشتغلت في الثانوية أصعب مرحلة هي العدادية ليش فعلا الآن في هاي فترة التغيير على الحين هذا وقتها بقوتها هذا واحد هذا سبب سبب ثاني هذا المراق مسكين لم يتم عداد عدادا جيدا ثلاثة عداد ما له من وين يجي يجي من هال القنوات الفضائية أحيانا أو من بعض المجلات واللي فيها صور عارية أو أحيانا هذا اللي أسوأ هذه الآن التليفونات أفيده يعني وهم فنانين أكثر مننا يعني مهم أن نفهم بأن الولد في هالفجرة مسكين ما عنده خبرة قليل الخبرة إذا قليل الخبرة ونضج ماله هو نضج جنسي النضج العقلي لم يصل إلى مستوى الأعلى والأقوى ما زال النضج العقلي يعني في بداياته قاعد يتحرك ما هو الفرق ما بين البلوغ وليه قصدنا به الجانب النضج في الجانب الجنسي بس ويرافقه بعض التغيرات هنا بعض علماء النفس يخلطون أو بعض الناس مننا أيضا يخلطون بين البلوغ وما بين المراهقة المراهقة لا تتوقف عند البلوغ المراهقة تشمل تغيرات نفسية واجتماعية وفيها نوازع جديدة مثل يعني يصير عند الولد نزعة استقلالية وتمسك به في هالفترة هذه الطرابات ومعارف كيف يصدق لأنه قليل الخبر وما يستطيع يسوي عنده رفاق السوء ما يقصرون وياه وأحيانا رفاق السوء هالتلفون اللي في إيده ما يارف يصرف بالتالي فالمراهقة هي خصائص نمو واسعة لا تتوقف عند الجانب الجنسي تغيرات الاجتماعية مثلا يعاند ما لها علاقة بالجنس يعاند ما تتوقف فيه يعاند أو أقول لك ما أقولها دائما أيام زمان كنا لما كنا إلى الأسف يعني نشوف بعض المسلسلات مصرية يقولون يعني شوف الواد عامل حالة راقل ترى هذه ممزحة لما يقول هالكلام هذا يصور خاصية من خصائص النمو للشخص للشباب إلا ما بين 13 إلى 21 عامل حالة راجل يعني فعلا وصل إلى مرعلة أنه بدأ يشعر بأنه رجل أنت يجب كأب كأخ كمعلم تتفهم هالأمور وتعامله على هذه الخاصية وتغيرها في حياته مرحلة البلوغ تسمية حلوة واتفق عليها علماء الناس العلماء والفقهاء أيضا الكل يستقدمها لكن لما أنت تسمع بكلمة مراهقة يسميها الإسلام يسميها مرحلة التكليف يا حلاوة هذه التسمية بينما يسميها علماء النفس المراهقة وأنت دائما السمعون غالبا يعني السمعون أذن المراهق يعني الكلمة توحي بشيء فيها من يعني سلبي ما بقول تحقير وإنما يقول المراهق هذا لم يصل إلى النوض بينما المشرع الإسلامي يختلف يقول يطلق كلمة تكليف ماذا يعني التكليف أي أن الإسلام يعترف بأن هذا الولد الآن هذه البنت وصلت إلى مرحلة أو إلى سن فيها نوض فيها تمييز فيها إدراك يحس من خلالها هذا البالغ بالمسؤولية الكاملة ويشعر ووراها أيضا تكاليف أحكام لازم يلتزم لم يعود الآن هو على راحته أو على قولة المصيرين على حل شعره لا الآن لما دش في مرحلة المراهقة ونضج وفهمنا ماذا تعني ماذا يعني التغير الجنسي هذا التغير البلوجي معناه أنه يلتزم مثلا هذا الطفل هذا الولد العمر 14 سنة نضج احتلام إذا إذا أنت ما جهزته وما فهمته يمكن أنت تقول لي صل ويصلي لكن هو لا يعرف في صرف في حكم الغسل هذا الخطأ أن صار عليك أنت لي 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 عليه أنه إلى الآن قليل الخبرة لا يجري المراهقة إذن يعني تشير حتى لو تروح تشوفون معناها فلان رهقة يعني فيها كلفة فيها فيها تعب فيها تعبان فيها مجهد بينما التكليف لا فيها تنبه إلى إنسانية الإنسان خلاص أنت الحين صلت رجل صلت بنت ناضجة مكتملة الأنوثة وعلي الآن تصرفين وفق الأحكام الشرعية تسأل هذا الفقيه تقرأ كتاب تسأل أبوها تسأل أمها المهم الآن تستشعر المسؤولية وعليها أن تلتزم وتطابق ما بين الحكم الشرعي وما بين هذا التغير لاحظوا شوفوا مثلا أنا محافظ لأي للأسف لكن المضمون شدي القرآن الكريم أشار إلى ثلاث أوقات إلى الاستئذان هذا متى هذا قبل سن البلوغ القرآن يأمر هذا الطفل أن لا يدخل على أبويه بالله بطرق الباب يستئذن حتى لو يتكلم حتى يقول يوم يوبا لازم يسمحهم استئذان عشان لا يدخل وينتهك عورة أبويه والله أعلم كيف يكونان في ذي كل لحظة ما قبل طلع الفجر والقيلولة عند الظهر وما بعد ما بعد صلاة العشاء أو عند فتاة النوم بالتحديد هل لازم أنت أنت تبلغ كم وربي تبلغ تبلغ الولد أو تبلغ البنت هذا الالتزام هذا قبل قبل فتاة البلوغ يعني الفترة هذه ما بين سبع سنين إلى 12 أو 13 سنة تعلم هذا الحكم بعدين يكبر قبل ما يكبر قبل ما يدش المرحلة هذه أنت تجهزة كامل بهال يعني تستكمل الحكم الشرعي وتقول له خلاص والدي أنت وصلت لهالمرحلة الآن الطرق مستمر تستأذن كل وقت كل وقت لازم تستأذن ذكرنا محددات البلوغ فترة للسن ما بين 13 إلى 15 وبالنسبة البنت 9 سنين قمرية وما فوق احتمال يعني طبعا في هالفترة هذه بعض العلماء يتكلمون عن السن المبكر أو التبكير تبكير سن البنت في يعني نط جمالها يكون مبكر وقلنا وقلنا أيضا خروج المني أو الدم وقلنا أيضا النمو الشعر بالذات عند العورة والعورة وين صايرها تعرفون يعني شعر العان بالذات على وجه التحديد واللي هي ما بين العورة وما بين نهاية البطن سؤال هل يمكن أن تحدث لهذا البالغ ويسمي علماء النفس هذا المراهق هل يمكن أن يواجه أزمة ممكن زمان ما كان هذه الأزمة موجودة كل شيء موجود كان الولاد يكبر ويوصل لسن البلغ مثلنا الآن مثل أولادنا هالأيام بس في ذي كل فترة لا الوضع يختلف ما مش الظروف هذه مثلا يزوجونه مبكر ويخرصونه من الشغلة هذه يعطونه بنت الحلال وانتهى الموضوع ويقولون لي بعد يلا اتحمل مسؤوليتك رح اشتغل هكذا عندك الزراعة عندك يدبر لك أي مكان يعلمونه أيضا يساعدونه أنه يشتغل بالتالي ما عنده وقت عناصر الفساد في المجتمع أنا أنا داك مو مثل هالأيام لا ما يطلع يشوف سفور الولد ما يطلع ويشوف سفور ما يشوف ما يبطل عيونه من الصبح ويشوف في التليفون اللي يبغي ما مش جدي أسكين على قد حالة زمان إذن هل تحدث أزمة نعم تحدث أزمة إذا كان لأ إذا كان لم يكن هناك إعداد وشاف نفسه البالغ أو لنقول المراهق بمفهوم أوسع شاف نفسه في هالمرحلة والتغيرات حصلت وهو صار في ورطة معارف مصرف كيف يتنظف كيف يتغسل بأي كيفية يقول لا بوت تقول لمها ما تقول يدخل في حالة صراع داخل نفسه وإذا قاعد يربعه من شلته ويعطوه بعض الأفكار اللي حليوا من عندهم يزيدونه تعقيدا في الأمور إذا كان حول هذا الولد اللي دش سن البلوغ مثيرات مثل ما قلنا جنسية أكيد يزيد من مشكلته أحيانا بعض هؤلاء الأولاد يعيشون زيادة غير طبيعية في النشاط الجنسي وأنا لا أقول أنه هذا الشابق أنه بعده في بداية نام لكن بعض يعيشون جديد وبعض البنات يصلنا إلى سن البلوغ مبكر حتى عن الوقت المحدد الآن ننتقل إلى يعني ذكر بعض المسؤوليات اللي الله من علينا بها وتعرفنا عليها من بعض الكتابات ومن بعض الأحكام الشرعية قلنا فترة الإعداد ضرورية وتنقسم إلى فترة من سبع إلى اثنى عشر أو ثلث عشر يسمي علماء الناس فترة الطفولة المتأخرة هذه لازم فيها أعداد وعطينا مثال الاستئذان بعد فيه مظاهر ثانية أنت لنجم تقوم في هالفترة بتثقيف كأب كولي أمر تقول لبعض الحتي على الأقل يصير شديد ما تطلع يعني من الحمام عاري أو تتساهل في الموضوع وفي البيت موجود خدام ماذا لأن هي تثقيف لا تستسهل بالشغلة هذه لازم تعطي تقول لها يعني إذا خرج المني ما تصرف إذا طلع الدم من البنت ودخلت مرحلته أو فتت الحيض ما تصرف هي أحكام فيها فيها أحكام شرعية وفيه أحكام أيضا طباء والعلماء قالوها يعني يعني ممكن تشرج عليه بعض أحكام الطهرة بلغة سهلة بسيطة واضحة إليه ولا تفلسفة يبدو المزبور وهالكلمات ما تقول كلمات عادية خفيفة هو بيفامها أو ينبغي أن تفهم على جدي تستمع إلى بعض أسئلته ماذا تضايق أعطه 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 ربع ساعة مثلا أعطه ثلث ساعة مثلا أكثر حسب وقتك أنت أعطه قعدية بيسأله فأنت تجاوبه قد ثقافتك ولكن الثقافة فيها علم مبعاله هواك يعني مبعاله تشتهد اشتهات التجريب على أوقات الاستئدان قلناها يعني زمان ما أقدر أصف أوضع الأطفال لكن الحجرة فيها خمسة أو ستة أو سابعة وماشي الأمور يعني وماشي الأمور الموجودة زمان الحل يعني حتى المشرع الإسلامي وحتى علماء الناس ما يرضون لازم تسوي تفريق في المضاجع هذا له سريرة وهذه وهذه له سريرة وهم ذكور لو كانوا في حجرة واحدة لو كان انت خير بتعطيهم على غرفة غرفة هذه يعني فيها شوية دلع زيادة يعني على أيامنا يعني لكن البلد لا بعيد في غرفة أخرى لا تجبرها وتقعد تقول والله أنا يعني واش أسوي يا اللي عندي وان لدي دبر حالك بقي طريقة هالأيام أقصد ذلك الأيام الأمور تمشي شوية لازم أيضا تنتبه إلى بعض مظاهر السلوك الجنسي اللي ما نقول عنه سلوك جنسي ناضج ولكنها مظاهر تلتقي على الأقل في السلوك مثلا ولد ذكار يقوم يلبس لهم ألامس بنات أنت في البداية أتكلم انتبه لها وأتكلم لكن كررها مرة ومرتين وثلاث أصبح في شيء يلح عليه أصبح عليك الآن مسؤولية أن تتحمل مواجهة عادة رايح الضر بمستقبل ولدك لا يستبعد أنه في النهاية مع الإدمان عليها أن يعني يتشبه بالإناث وأنتو تفهمون شنو أقصد يعني يتزين مثلا ولد ويتزين يتكحل يتعدى ما هي نادرة لكن ممكن تحدث ممكن هالولاد يقبل هالولاد تقبيل أنت تعرف مواضع التقبيل إذا قبله في الجبين قبله في الخد قبله في الياد يعني أنت بتعديها لكن لما تشوفهم مرة مرة كل واحد منهم يقبل الثاني في موضع أو في الفام مثلا لا تقبلها لازم لا تقبلها بعد حتى لو كانت بريئة لازم تحاول تمنحها لا تستمر أيام زمان يعني سعاد يصير مواقف تمثيل بين ولد وبنية ومضغار يعني تقدر تقول تمثيل دور زوجين وبعد أيضا لا تسهل لا تسهل فيه أبدا لازم تحاول تفهم إنه هذا ما يناسب الولد الولد قد يتعرق البنت حتى البنت وعد أحيانا لدهم الغار ممكن تتعرق ويكون فيه ساعات تعري كامل وهذا ناذر وأحيانا يصير فيه احتشام جزئي المو من أن أنت تشوف أن هذه ظاهرة خطيرة أو ظاهرة غير خطيرة سلوك زين أو سلوك مو زين وبتتصرف هذا واجب تنتبه إلى الأنماط السلوكية التي ذكرتها الآن تلتفت من رفاق السوق كل أيام رفاق السوق قليلين قليلين الآن زادوا يليت استوي خطوة وقائية تحمل نفسك قد المستطاع أن هي التلفزيون تخليه في الصالة للجميع لسنه منحه من أن يطلع على التلفزيون مستقلة يدل تل القنوات اللي بها يدل وفي نفس الوقت هاي التلفون اللي عندك إذا تقدر بعد التابعة بعد زين إذا مراقبة القنوات أو وسائل الاتصال الإعلامي قد يكون فيها بعض البرامج المخلة بالحياة فعليك أنت كأب أن تلتفت وأن تنتبه هذه الفترة ذكرناها باقي الفترة لما يحدث البلوغ لما يحدث البلوغ يعني وعندها الثقافة إلى حد ما تخف مشكلات المرحلة هذه لكن لا تنتهي لذلك عليك استكمال الدور استكمال الدور وبعض أخواننا كبار ما نقول كبار السن اللي أكبر مننا شوية كانوا يعني يعني يعرفون بأوضاع المرحلة السابقة في مرحلة البلوغ على المربي على الأب على الأوم على المعلم على عالم الدين حتى عالم الدين لما يركب على هذا المنبر لا يستحي من طرح مشكلات المجتمع بلغة علمية لغة أخلاقية يوافق عليها المشرع الإسلامي وفي مجال يقول لك هذا يجيني كبير وصغير يقوله مثل ما أنا الآن أتكلم وإلا في النهاية بتسلم ولدك إلى ناس غير أمناء غير أمناء أبدا يعني أحيي شو تسوي الآن في مرحلة البلوغ لدي وقت ورحلة البلوغ هذا الولد أنت بالزوجة علم بعض الأحكام على الأقل أو على نحو مجمل تقول له المفروض نختار لك البنت كذا وتعلمه أن بينك وبينه بيصير علاقات من هذا النوع وقد المستطاع تعطيه طبعا ما تعطيه في يوم ويومين هي راح تستمر لها ما بيزوج هالي ما يزوجون أرباط عجزة من فوق العشرين وواحد العشرين وماشي يعني عندك سبت سنوات تعطيه شيء تغذيه بشيء تغذيه بشيء فتعلم بعض حكام الزواج علاء اللقاء مع الزوج وتقول له أيضا حتى الجنس هذا هو كالصلاة كالصوم كالحج كأي عمل عبادي هو عبادة يثاب المرء ويعاقب عليه وتعلم أيضا التهيئة العاطفية نحن المتزوجين نعرف هاي الشغلة إذا انفرت تبت على المشلون هاي حتى البنت لا تروح بيز زوجها بدون شيء من الإعداد تبين له بعض أوقات اللقاء الجنسياء والجماع بعضها مكروه بعضها محرم بعضها مستحب ويا لي تقول له بعد هذا الجنس لا تبدأه إلا بطابع روحي يعني في 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 روايات تذكر البسملة وتذكر دعاء معين والدعاء مثلا إن أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى ولد أو أنثى أو أي مولود ذكي نقي عابد لله يعني موت ندفع أو مثل بعض الناس ندفعون مثل الحيوانات في الشوارع لا تعتمي العملية الجنسية طابع روحي تشعر بأنك مميز بتوجيه الله وبأدب الله وبأخلاق الأنبياء في هذه العملية تشعر تشعر زوجتك بإنسانياتها أيضا وتعلمه شغلات أخرى بحاجة إليها مثل قضايا السيتر مثل قضايا النظار غض البصار مسألة اختلاب المرأة مصافحة المرأة إلى الأجنبي أما الأخوان هذا محارمها يعني وتعطيها بعض الأحكام الخاصة بالتبرج وأعتقد هذه المشكلة التي نعاني فيها ليس كلها بتأثير الإعلام من بره بعد أيضا من تساهل العوائل أحيانا فأذت إلى نشوء بعض مظاهر السلوك الجنسي غير السوي الآن هذول اللي يدعون إلى هذا السلوك ما يسمونه سلوك منحرف بالعكس يسمون المرأة يعني المتبرجة هاي امرأة تقدمية مع أن العري موجود في جنوب أو في أفريقيا إلى النهاية وفتحوا يعني حياة بعض الشعوب تشوفون هاي مظاهر العرية الكامل الكبار وإن كان يعني بحمد الله يعني ما يثيرون أنا باعتبار مساكين جمالهم شوية ونغفض شوي يعني أو بهما قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين فقال لا من آبائهم المؤمنين شنو السبب قال لأنهم لا يعلمونهم شيئا من الفرائض وهذا الآن بعضكم رح يسأل ليش أنا ولدي ما يصلي وأنت الأب ما تقعد يولدك تعلمه الصلاة آبائنا رضوان الله عليهم ورحمهم والله كانوا موشدين على قد معلوماتهم كان يلزموننا حتى لو بالعطايا يتابعوننا على قد هم يعني لأنهم لا يعلمونهم شيئا من الفرائض وإذا تعلم أولادهم منعوهم إلى رحوا المركز وجوه المسجد وتعلمه شوف ساعة يقول لا ما استفيد رائح هذا كل يوم رائح وقعد في المكان في البيت وفكنا ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا لو كبر وعطوه عطابه من بيز من الراتب يقول الحمد لله شكرا يا ولدي بجزاك الله خير ما يسأل عن شري أكثر من شري النبي تالي حذر فأنا منهم بريء وهم مني براء حديث آخر صغير ونختم عن الإمام الحسن بن علي المشتبى عليه السلام قال الأولاد طبعا إنكم اليوم صغار قوم يوشك أن تكون قبار قوم آخرين وهذه الكلمات المباركة تشير إلى تغير كبير ما بين مرحلة الطفولة بكل فروعها الصغيرة من الولادة إلى الرضاعة إلى الحضانة إلى الطفولة الأولى إلى الطفولة المتأخرة ثم الفصل ما بين هذه المرحلة هذه كلها بالمراحل التالية وهي مرحلة الكبر صبي يافع شباب كاهل ناضج كاهل مكتمل الرجولة وبعدين بدايات الشيخ وبعدين مسكين إلى النهاية ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآل محمد ترجمة نانسي